صباح الخير رجعنا لكم ومكملين معكم بفقرة الاتيكات اليوم رح نحكي عن الاتيكات باستخدام الهواتف الذكية ومعنا سيدان القاسم خبيرة الاتيكات نزعشتي نزعشت كتير يعني كانت مقدمة كتير حلوة لكيف يعني هي عذرت عن واقعنا حسس الناس قديش مزعج أنا عم بحكي لهم بديش نعود النظر كلنا نعمل هذا للأسف يعني هاي الحركة انه عم نحكي مع قدامنا وقعدين منكبس على التليفون قدي مستفز برضو لنات قدي مستفز للي قدامنا فقبل ما نحكي انه عن جد هاي الحركة المستفزة وكيف التعامل معه له ضروري كل واحد معه بالنهاية التليفون قدي برضو هو بسهل علينا يعني احنا معنا لا غرض ولا سبب وجهه ان شاء الله ما أكون مستفز زيتكم ان شاء الله لا لكن انا بقول انه يعني اول شي لازم نعترف انه الموبايلات وغير الموبايلات هي يعني تقدم تكنولوجيا فضيع ورائع واي جهاز بسهل حياتنا هو نعمي بالنسبة لنا ولكن اللي بيجعله نقمة هو الانسان يعني اي جهاز حديث بطلع بالعالم بسهل كتير من حياتنا احنا اللي منوجهه للطريق السلبي او ايجابي يعني احنا ما مننكر ابدا انه الاجهزة الخلوية سهلت كتير من حياتنا قربت البعيد لدرجة يعني مش طبيعية اختصرت كتير من الوقت ومن الجهد يعني في حياتنا اليومية مين كان يتخيل انه جهاز صغير يعني لا يتجاوز يمكن اقل من حجمه من حجم كف اليد ممكن انه يخلينا على يطوف بنا العالم بثواني بخلينا على تواصل دائم وخلص كل شغلنا برضو من كلها مين كان يتخيل انه الام اللي قاعدة في بيتها بتقدر مش بس تحكي مع بنتها اللي بتدرس بالخارج او ابنائها او زوجها اللي بشتغل برة مش بس تحكي معه صارت تشوفه بتقدر مثلا تصحيها بنهار اذا بتخاف انه تروح على الوها نوم مشان تروح على جامعتها او تشوف مثلا زوجها شو عماله بتغدى اليوم وهو موجود باستراليا او باميركا احنا ما بنننكر هاي الشغلات كلياتها كلياتها كانت نعمة كبيرة لنا وسهلت حياتنا كتير واحنا بالاردن يمكن من اكتر الناس اللي بيستخدم الموبايلات في احصائية لهيئة تنظيم الاتصالات بتقول انه عدد مستخدمين الموبايل في الاردن يتجاوز عدد السكان which means انه يعني مرات في ناس عندهم اكتر من جهاز موبايل يعني هذا ما بدنا ننكره ابدا واحنا بنحب التكنولوجيا احنا كشعب يعني كل اشي جديد للشباب الصباية بيحبوا يكونوا عارفين فاحنا يعني شعب متفتح تكنولوجيا ولكن بالفعل يعني احنا يمكن نستدفع الموضوع مرات انه عادي وتليفون وبلتهي عليه شوية لا هو له كتير ابعاد كبيرة كتير ابعاد كبيرة يعني احنا زي ما حكيت لك اي جهاز مهم كتير حتى لو نيجي على مستقل يعني مرات بلاش نقول للاجهزة المتقدمة كتير القلم قديش قيمة القلم مرات بيكون يعني ثمنه كتير بخص ولكن القلم يعني منقدر نكتب فيه اشي بتغير سياسات دول كتير ومنقدر نكتب فيه اشي ممكن يعني تقطع العلاقات بينه وبين دول حبيت التشبيه والسيارة نفس الشيء السيارة مثلا بتوصلنا لكل الاماكن اختصرت اوقاتنا وجهدنا وكل هذا الحكي لكن اذا اسأنا استخدامها في انه شحطنا فيها في انه تجاوزنا الاشارة وهي حمراء في انه اسراعنا يعني مرات يمكن نودي بحياة ناس ابريها وهذا اصبحت يعني نقمة الانسان هو اللي بيقرر اذا هاي هذا الجهاز نعمة ولا نقمة علينا هلا فيه اشخاص بيروحوا على يعني بيبالغوا فيه ناس بيبعدوا تماما عن التلفونات الذكية بيبعدوا تماما عن التكنولوجيا بيعني بحجة انه انا بدي تكون حياتي بسيطة لكن زي ما حكيتي امتي احنا منقدر نستخدم ما يناسبنا يعني الحاجة الكافية لنا وين الاخطاء تقع باستخدام الهاتف شوف الاخطاء كبيرة احنا هلأ لو اننا نراقب ايش اللي عماله بيصير على مستوى العمل وعلى مستوى الاسرة يعني منشوف احيانا انشغال الناس بالتلفون بالهواتف الخلوية يعني زاد بطريقة مش طبيعية لو منطلع على مستوى مثلا الاسرة منشوف قديش شتت الاسرة يعني منشوف احيانا تدخلي على بيت او حتى بيجو كزوار وهم قدين ما بتحسي ما في حديث ابدا صح في ناس بيجو بيروحوا احنا مش حكين مع بعض مش حكين مع بعض لانه كل واحد مالهي بتليفونه الام مرات اللي بتكون تستنى ابنائها حتى يرجعوا يعني يمكن مائلها بالتكنولوجي مائلها بهالطابق وهذا بتحكي لانه طول الوقت قاعدة لحالها بنتها بالجامعة ابنها بالشغل بتستنى ليرجعوا مشان تحكي معاهم من الدايقة اللي برجعوا فيها حتى هما بتغدوا كل واحد موبايله امامه على الطاولة بتلاقي بياكل لؤمة بس بيجاوب على المسيجر استبعته بيبعث واتس ااب كل الوقت فيعني قتلت هاي تكنولوجيا قتلت كل التواصل يعني خرست العيلة صار في نوع من الخرس بالعيلة بطل يحكو مع بعض الناس الابناء نفس الاشي هذا غير عن الكلفة المادية يعني العيلة صارت مرات مجبورة تشتري لابنائها هواتف حتى لو كانوا صغار شوي بالعمر لانه يعني كتر النأتبعهم وانه زملائهم كلهم عندهم هواتف وانتهم ما بعرف شو فهي صارت كلفة مادية يعني على العيلة طب خلينا نحكي عن العمر الانسب لامتلاك هاتف ذكي يعني انا مش شرط ارد على ولادي انه اذا بيجيني ابني بحكي لي هاي صاحبي هاي ولا تصفي عنهم يعني تليفون انا اروح اشتري له شو العمر المناسب للمتلاك يعني انا بقول اول اشي بالمرحلة الابتدائية كلها ما فيش تليفونات ما فيش داعي بالضبط ما في داعي ابدا وحتى لما بيصيروا الولاد اكبر شوي بيصيروا بعمر الخمسة عشر وستة عشر لو اقتنوا التليفونات لازم يكون في رقابة كبيرة على التليفونات هلا بتعرف الام زمان كان في لها دور كبير في اختيار اصدقاء اولادها في انها تعرف ايش ولادها بيعملوا وين بيطلع وين بيجو هلا صار يعملوا كل هاي الشغلات هم قاعدين بالبيت والام ما ممكن يكون لديها القدرة على هاي الرقابة صار يختار اصدقاء زي ما بدهم كلياتهم يعني بعملهم اد وفرينز وما بعرف شو على الواتس اوب وعلى الفيسبوك وهذا والام ما بتعرف هذا الحكي حتى لو بدها اتراقب ويمكن ما بتفهم كتير بالتكنولوجي اللي صار والابناء يفهم فيها فانا باعتقد انه لو الابناء صار يستخدموهم بعد عمر الستة عشر الخمسة عشر والستة عشر كمان لازم يكون فيه هناك رقابة انا مرات كنت اروه احكي بالمدارس كانوا كتير المعلمات يقولولي عندهم مشكلة ولو انه ممنوع الموبايلات مثلا بالمدارس ولكن بيزرقوا الطالبات من هون هون احيانا الاستاذ اللي بعطي محاضرة في جامعة بيشكي كتير انه هو عم بيحكي مع حاله لانه طلاب الجامعات كل واحد حاطط موبايله وعماله انا بعتبر الواحد حاضر غايب يعني ولا كأنه موجود لا اجتماعيا لا تعليميا حتى مرات في الشغل في موظفين بيقضوا لنهارة على التليفون وين الانتاجية احيانا لما تكوني تسمعي لمحاضرة واشوف ناس عم بيعملوا على التليفونات وكنت اقولهم ليش تعملوا هيك بقولوا ما هو كنا ندور على شغلة حكاها الاستاذ مش هيك الامور بتصير يعني دور عليها لما تروح بس مش انا بدخل على الجوجل وبصير بدي اسأله الاستاذ من خلال هاي الشغلات فيعني الصحيح انها صارت شغلة مؤرقة كتير مش بس هيك صاروا الناس ما بيناموا يعني الابناء الصغارة اللي عندهم التليفونات صار عندهم ارق بالليل ما بيناموا لانه بيقولوا الاهل يوم هم داخلين على فراشهم لكن بقعدوا الانصاص الليالي تصير الساعة واحدة وتنتين بيقوموا تاني يوم هم تعبانين مش قادلين روح على المدرسة من السهر ومن الارق بالاضافة لانه مثلا كتير اسبتت الدراسات انه بتضر العين وبالضر الشبكية هذا الضوء الازرع والاضاءة طافية يعني اه صب هلأ كخبيرة اتيكيت يمكن لما نحكي للناس انه هذا التصرف خطأ وهذا التصرف بهين يمكن قواعد اللياقة العامة واللباقة العامة ممكن عن جد انه نصير ننتبه على حالنا اكتر فشل الاستخدام الصح الوقت التواصل انا ما اكون قاعدة انتي عم تحكي معي زي ما بديت مثلا الفقرة وانا على التليفون وهذه صورة موجودة يعني بكل العالم كتير سيء انه واحد يكون يحكي معاك وانتي بلشانة بتليفونك كتير يعني هذا زي ما تسلمي على واحد وانتي عم تحكي مع حدا تاني نفس الاسلوب هذه فيها نوع من الاحترام نوع من المودة هو الحديث اللي بين الناس ايش هو نوع من التواصل والالفة يعني ان فقدت هاي الشغلة بيقصد انه انا بحكي التليفون اصلا انا بشوف انه مرات بعيد السؤال مرتين او ثلاثة للشخص اللي عماله بتليفونه دائما دائما او بيجاوبني ايش ما له علاقة بالسؤال فبدنا نحتي فلازم نصيح عشان ننسى معه اه لازم نرجع يعني نشغل العائلة شوية ونرجع لزمان كنا نشكي انه لما نروح عند الناس بيشغلوا التلفزيون بيتفرجوا على مسلسل ياه ليل المسلسل كان يخلص بنص ساعة وخلصنا يعني بساعة وهلأ اما هلأ بتروحي بتقضي الوقت كله بنفس الطريقة لازم يصير في عندنا نوع من يعني التفكير انه لما نروح نزور عائلة معينة او عندنا ناس نطفي تليفوناتنا او نحطهم على السايلنت ما في عندنا هالأمور اللي هالقدة مهمة وعندنا ناس وكل الوقت احنا بلشانين بتليفوناتنا او حتى الضيوف نفسهم او ما تغلب حالك وتروح تزور الناس خل الكاعد في البيت يعني بتعفيهم الناس اختصروا الزيارات كتير ليه لانه صار يعرفوا اخبار ان كانت الناس تزور بعضها من قبل مش هان يعرفوا انه اه والله كانوا سافرين رجعوا صار كذا وهذا لكن هلأ بهالأيام بيعرفوا كل اخبارهم من الفيسبوك بيعرفوا ايش طبخوا اليوم وصاروا يعملوا الواجبات واجبات التهاني والتعازي على اللعب يعني بطل الناس بطلوا يعرفوا شو قيمة الجسد والروح والنفس صاروا يطلوا عليها كانها آلة جهاز يعني الجهاز الآلة يعني صارت يعني كانها اشبه بالعقل اكتر من انها بلاد فبدنا ان شاء الله يعني نرجع والكل يكون واعي انه لما نحكي مع الناس مش ضروري نشتغل بالموبايلات وانه مش هالنا يعني نحد من استخدام وقدر الامكان سيدات سيدة البيت اللي وهي عم تطبخ ماش ممكن تنفوت المطبخ الا الموبايل لانه كل شوي برن الواتس أب بتها تشوف مين اللي عم تحكي معها قدي صعب تحديد وقت لهالاستخدام الهواتف قديش صعب انه نحدد مثلا هلأ احنا قاعدين عن جد رواحد يفكر فيها ممكن يسيري لم التليفونات من أفراد المنزل أو حتى من لديوب خلاص خلينا نحكي ونتواصل مع بعض هكثر لازم نعمل انا يعني اهداك اليوم كنت عم بقرة شغلة انه الصحبات قرروا هيك مرة انه بديم يروحوا على كوفي شوب وقرروا انه بس من نحكي لانه احنا عم نشوف انه منروح على الكوفي شوب بس كل واحد يحطوا موبايله قدامها ومنضلنا هيك فقرروا انه بدنا ناخدهم ادروا يمكن حوالي ربع ساعة قلة بعدين شوي شوي كل واحد صارت ترجع بطلع جزدك ادمان احنا ما منحس فيه بالفعل هو ادمان والمشكلة انه كل واحد بيقول انه ادمان بس كل واحد بيستخسره انا بشوف الزوج والزوجة بيحكوا مع بعض الزوجة بتلوم زوجها كل الوقت انه انت ما بتترك هالموبايل من ايدك كل الوقت بس بنفس الوقت هيك عم تعمل نفس الشي بس بالمناسبة هاي كمان ادت الى يعني حصول بعض المشاجرات بين الازواج ويعني العلاقات بطلت سليمة يعني احنا عن جد طرحنا هذا الموضوع من خلينا نحكي ملاحظة انه منفكر الموضوع بسيط منفكر الموضوع قابل للسيطرة ولكن احنا صرنا مدمنين صرنا نحس انه في اشي ناقص من ايدينا بصبت نحس انه في اشي ناقص من يومنا اذا ما استخدمنا التليفون وبنفس الوقت قديش عن جد الازواج عم تتأثر علاقتهم ما بيعرفت مرات اخبار واحد ما حكي تيري طب انت ما اسمعتني لما انا حكيت لا مش بس هيك انا بسمع مثلا زوجة بتقول لها جوزها مثلا مين اللي عم تحكي معلو نص الليل بقولها ليش انا سألتك انت كل نهار بس ان كنتي عم تحكي معلو يعني هاي الاشياء اللي كانت محرمة او كانت يعني في حاجز فيها انه مع مين عم بيحكي لزوج مع مين صارت يعني مباحة خلص يعني من خلال الهواتف ومن خلال البرامج اللي نزرتقها هاي الهواتف فانا بقول لازم يكون يعني بالدرجة الاولى اللي بده يراقب حاله هو الانسان نفسه بده يعرف انه انا الصباح ممكن اشيك ايميلاتي ممكن اشيك الواتس اوب نص ساعة زمان بس بعدين عندي مسئوليات اخرى في ناس كتير من الامهات اعترفوا انه يعني اهملوا حتى ابنائهم لدرجة انه بكتر ما التهوا بهالاجهزة يعني الخلوية فاحنا اللي من نفكر نصيحة عملية يعني منقدر نقدمها نصيحة عملية انه الصبح ما في مانع انه الواحد مرات مثلا نص ساعة يتفقده بعدين لما يكون قاعد بين الناس لازم يكون في نوع من الاحترام انه ما نستخدم الهواتف الخلوية خلال هذا في مرات يعني نستخدم نتجاوز هذه الحدود منصور اشياء ومنحطها على الفيسبوك بدون ما نرجع لناخد موافقة الناس يعني لازم ترجع الحميمية للأسرة لازم يصير في نوع من التواصل الكلامي كل الاجهزة وكل الاشياء الالكترونية ما بتغني عن انه تقعد يعني صاروا الناس بطل في عندهم احساس باللي بلمسوا واللي بيشاهدوا مضبوط لما اقعد احكي انا وياكي في نوع من الاحساس في اشي ملموس اقولك شو كمان واقعي يعني هلا احنا لما نشوف مثلا الصور لما نشوف الفيسبوك لما نشوف تويتر هذا كله مش كتير واقعي يعني احنا دائما بنعرض الجانب يا المثالي عنا كاشخاص وعن فكرنا او الجانب الفرح دائما وسعيد دائما الحياة واقعية انا بزعل وبعصب ومنشغل وبيكون في مشاكل هذا كله لا يعرض على هالي المواقع حتى الصورة معالجة باشياء كتير فلتر يعني لازم ما ينخضع كمان بالتخنيات الموجودة للصورة فهو عن جد يعني اذا منطلع له انه مش واقعي لا يعكس الحياة فما ياخد كل حياته بتعرفي كمان الاعدات الطويلة يعني صارت تسبب مشاكل كتير يمكن مرات اوجاع بالظهر الابناء بطلوا يلعبوا رياضة واللي هي مهمة كتير هذا الجيل الجديد بطل يلعب رياضة في ايش عم بسرق حياتنا واحنا موح حسين مية بالمية دي اشكرك انا سزان القاسم خبير تلاتيكات ورح تكوني معنا ان شاء الله لانه بعطولنا كتير انه حابين يعرفوا عن مواضيع الاتيكات بكل مجالات الحياة فرح نشوفك ان شاء الله بدنيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة